ازاي ابطل نفس الفكرة ازاي ابطل خطية فشلت بكل المحاولات على اني ابطلها ومعرفتش رغم كل محاولاتي من صلاة وتوبة برجع اضعف وقع فيها تاني هو لو انا موت كده هروح الجحيم بسببها يعني يعني خليني ابدأ بحاجة تربط شوية الاجابة عن السؤال ده او يعني خليها بقى نقول مش اجابات احنا بنفكر مع الناس مع السؤال اللي فات لان السؤال اللي فات لما تكلم عن واحد هو بيسميه ملحد او ملحد قال انه في اخلاقيات وفي محبة وكأن الايمان المسيحي رسالته هو كود اخلاقي انه يحسن اخلاق الناس وده مش صحيح مع انه بيحسن الاخلاق بس من دي مش رسالته العبارة المشهورة اللي كتير بيكرروها من اللاهوتين ان المسيح لم يأتي ليجعل الناس الاردياء جيدين لكن ليجعل الاموات احياء فالمسيح ما جاش علشان يغير اخلاق انسان من اخلاق وحشة الى اخلاق كويسة لكن انه يغير وضع الواحد من ميت روحيا الى شخص حي روحيا اكيد الاحياء روحيا اخلاقهم جيدة لكن مش ضروري المفروض ان الاحياء روحيا تكون اخلاقهم جيدة لكن مش ضروري ان شخص تبقى عنده بعض الاخلاقيات يكون حية روحيا صح لانه في عوامل تانية ثقافية تربية مثلا او كده صح تربية لا في حاجة اخطر طبعا التربية ممكن الجينات تربية لكن في حاجة اخطر من دي و دي رغبة الانسان في التبرر بذاته تبرير نفسه اوكي لدي اجواش طبعا لانه انا من وجهة نظري لو اديتني واحد خاطئ ومكسور على خطياء واحد تاني تقدم في بره الذاتي هذا الشخص اقرب الى المسيح من هذا الشخص صح والمسيح في مثل الفريس والعشرة عامل كده قال كده فخلينا اقول انه كل انسان في داخلنا لديه شعور بانه خاطئ مهما حاول يهرب من الامر ده عنده شعور انه خاطئ وعنده شعور انه لازم يكون افضل فبيعمل ايه بيختار لنفسه شيئا نبيلا جميلا عظيما مقدسا خلينا نقول يختار المقدس ويكتهد ان يرضي هذا المقدس يكتهد ان يحقق هذا المقياس بغض النظر ايه المقياس ده ممكن المقياس ده يكون الامانة في شغله ممكن المقياس ده يكون الاهتمام بحقوق الحيوانات ممكن المقياس ده هو العناية بالبيئة ممكن المقياس ده هو ضبط الموعيد ممكن المقياس ده يكون مرواح كنيسة ممكن المقياس ده يكون التمسك بالحق ممكن المقياس ده يكون الدفاع عن تعاليم طائفتي كل واحد بيروح مختار لنفسه مقياس ويبذل كل جهده ويخلي حياته كلها تتجه في انه يحقق اعلى قدر من هذا المقياس وكل ما ينجس فيه يعلق لنفسه النايشين ويشعر بالراحة ويشعر بالرضى عن نفسه ويبدأ يعمل بقى حاجة تاني انه يدين ويستزنب اللي ما عملوش المجهود اللي ما عملوش فهو اخترع المقياس وعلىه وطبعا اكيد معاه ناس بتتتفق معاه على نفس المقياس ويبدأ بقى مطمئن جدا بعدين لما تنخرب في حياته تلاقي كم من الفساد والفشل والتعب والمشاكل والكبرياء والغرور والعجب ومبوز الدنيا فعلا مش مشكلة لانه النجاح طبقا لهذا المقياس اللي هو اختاره اكيد اسهل مليون مرة من النجاح بصفة عامة في الحياة فهو سائل على رؤية القضية فده نوع من البر الزاتي فانا بقول يعني النقطة دي انه صديقنا اللي في السؤال الجديد او صديقتنا القضية مش قضية انك تبطل الخطأ اكيد تبطيل الخطأ حجمها واتبطر طبعا اقول كل شوية علشان ما حدش ياخد الكلام ده من برص ياخد لكن الخلاص المسيحي اعمق جدا 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 من مجرد انك تبطل الخطأ الخلاص هو حاجة ايجابية مش مجرد حاجة سلبية يعني المسيح مات من اجلنا مش بس علشان ما نروحش الجحيم مش بس علشان نبطل الخطايا لكن المسيح مات من اجلنا ليعطينا شيء احنا كنا فقدينه ومحرومين منه